اشتركوا في القناة وسلام تام وأطيب الأوقات وأسعدها ها نحن نلتقي من جديد وبعد غياب طويل دام أكثر من شهر وذلك راجع لأسباب قاهرة وفوق طاقة ها أنا قد عدت وكل أمل أن أستمر في إطراء معرفتكم في هذا الميدان بقدر ما أوتيت من قوة وصبر على تبليغه إليكم صافيا نقيا لا تشوبه شائبة سائلا من الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم من الصادقين في القول والعمل وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه فموضوعنا اليوم سيكون حول عشبة من الأعشاب الموجودة في المغرب وبكترة ولكن ذكرها يكاد يكون معدومة في ميدان الأعشاب اللهم إلا عند بعض العجائز من المشعودين والمشعودات نسأل الله لنا ولكم العافية نحن اليوم مع العشبة رقم 80 في السلسلة التعريفية بالأعشاب الطبية الموجودة في المغرب هذه العشبة تسمى كصبرة البير ولها أسماء أخرى كثيرة سنذكرها في محلها داخل هذا الفيديو وقبل أن ننتقل إلى شرح هذه العشبة وذكر أسمائها ومنافعها أترككم مع هذا الفاصل وسنعود بإذن الله تعالى إذا رأيتم أن هذا الفيديو مفيد فشاركوه مع إخوانكم وأخواتكم حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع ولكم الأجر والثواب فاتدلوا على الخير كفاعله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشبة كصبرة البير وصفها ديوس كوريد بأنها نبات له أوراق كورق الكصبرة يعني القصبور عندنا بالدارجة المغربية مخشققة الأطراف ولها أغسان سود سلبة رقيقة طولها نحو من شبر ليس لها ساق ولا زهر ولا ثمر ولها أصل لا ينتفع به وتنبت في أماكن ضليلة وحيطان المقابر الندية وعند المياه القائمة المجتمعة من سيلان العيون وعلى أفواه الآبار وأبواب الكهوف وجوانب الأودية والسواقي هذه العشبة لها أسماء كثيرة بعضها عربي وبعضها مترجم من عدة لغات قال ابن البيطار في كتابه الجامع مادة برشاوشان وهو شعر الجبار وشعر الأرض وشعر الجن وليحية الحمار وشعر الخنازير والصاق الأسود وصاق الوسيف وشعر فينوس يعني شعر إلهة الجمال عند الإغريق ويقال لها شعر الغول وشعر الكلاب وجعدة القناء وبقلة البير وبرسيان وبرسيوشان وهي كلمة فارسية تعني دواء الصدر وهي كزبرة البير ونقول لها بالدارجة المغربية الرعي عيدة وغالبا لا يستعملها إلا المشعودون ولا يعرف منافعها إلا القليل القليل من العشابة ومن يعرف لها اسما آخر غير هذه الأسماء التي ذكرت فليكتبه في التعليق وخاصة اسمها بالأمازيغية لأنني رأيتها في جبال الأطلس وخاصة في مدينتي زاوية الشيخ وتكزيرت اسم هذه العشبة بالفرنسية كابيلير دومون بولي اسمها بالإنجليزية ميدن هير فيرن اسمها العلمي آديانتوم كابيلوس فينريس من عائلة الصرخصيات بولي بودياتشي كزبرة دير في الطب القديم قال جالينوس هذا دواء يجفف ويحلل ويلطف فهو لذلك ينبت الشعر في داء الثعلب ويحلل الخنازير والدبيلات ويفتت الحصى شربا ويعين على نفتي الأخلاط اللزجة من الصدر والرئة ويحبس البطن وقال ديوس كوريد وطبيخ هذا النبات إذا شرب نفع من الربو ومن اليرقان ووجع التحاد وعسر البول وقد يفتت الحجارة ويعقل البطن وإذا شرب نفع من نهج الهوام ومن سيلان الفضول إلى المعدة وقد يدر الطمت ويقطع سيلان الدم وقد يضمد بهذا النبات للقروح الخبيثة المفرطة الرداءة وقد ينبت الشعر في داء التعلب ويبدد الأورام التي يقال لها الخنازير وإذا خلط بدهن الآس والزوفة أمسك الشعر المتساقط وقال ابن ماسويه خاصية نبتة كزبرة الذير إسهال المرة السوداء التي تعرض في المعدة والأمعاء والشربة منها من ثلاث دراهم إلى سبعة دراهم والدرهم ما يساوي ثلاثة جرامات وقال الرازي أن قوة كزبرة الذير تذهب سريعا يعني تفسد بسرعة وقال البصري تنفع من القرع في الرأس وقال ابن سينة تنفع من المواصر والقروح الرطبة ورمادها بالخل والزيت لداء التعلب وداء الحية وماء رمادها ينفع من الحزاز غسلا ومن جرب العين والبرشوشان يعني كزبرة الذير تخرج أنمشيمة وتنق النفسها وقال الأنطاكي برشوشان معناه دواء الصدر هو كزبرة الذير ينبت بالآبار ومجاري المياه ولا يختص بزمن وهو عبارة عن نبتة لها ورق دقيق على أغسان سود إلى الحمرة إذا تجاوزت نصف عام سقطت قوتها قد جربت للسعان وذيق التنفس والربو وأوجاء الصدر وإن رمادها يقوي الشعر ويطوله وفيها تنضيج وتليين وتحليل للأورام وضع وإذا دقت بمخ قصبة ساق البقر ووضعت على الصداع المساحب للشقيقة لم تسقط حتى يبرأ الصداع وينثر رمادها على القروح فيدملها خصوصا إذا كانت في نواحي العانة كزبرة الذير في الطب الحديد المواد الكيميائية الموجودة في كزبرة الذير عفص يعني ليطانة ومادة المسلاج وسكريات وحامض العفص وكمية قليلا جدا من العطر وعنصر مر الخصائص لهذه العشبة مهدئة للسعال ومدرة للبول ومطمسة ومليلة تستعمل النفتة كلها داخليا وخارجيا في الصيدرة تستعمل في علاج الدباح التهاب اللوزتين والحنزرة والتهاب القصدات الهوائية وتستعمل ضد تساقط الشعر وكذلك السعال ومدير للبول ويستحسن أن يستعمل النبات طازجا لأن التجفيف يفقده الكثير من خصائصه طريقة استعمال كزبرة الذير في العلاجات الداخلية تستعمل مرعقة كبيرة من العشبة مفرومة في نصف لتر ماء مغلي تترك لترقد 30 دقيقة ثم يسرب منها 3 كؤوس من سعة 100 ميلي لتر في اليوم بين الوجبات وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو وأشكركم كثيرا على حسن المتابعة وتعليقاتكم الطيبة والمحبزة ودعواتكم الكريمة وأرجو أن أكون قد أفدتكم ولو ببعض الشيء ومن استفاد منكم فلا ينسى أن يشارك الفيديو مع إخوانه وأخواته حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع فالدل على الخير كفاعله وإلى اللقاء بكم في فيديو جديد أو موضوع جديد أو عشبة جديدة وإلى ذلك من حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة